تحت رعاية السيد رئيس الجمهوري أعلنت وزارة الداخلية إنهاء استعداداتها لإطلاق المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد وذلك اعتبارا من الخميس السابع من سبتمبر تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد استعدت وزارة الداخلية لإطلاق المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي تأتي تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى أربعين بالمئة وتأتي هذه المرحلة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها المراحل السابقة من المبادرة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين واستناداً إلى هذه النجاحات فقد شهدت المرحلة زيادة كبيرة في أعداد الكيانات التي حرصت على المشاركة فيها من أصحاب المصانع وكبار الطجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية والمكتبات الكبرى تمهيداً لإطلاقها في السابع من الشهر الجاري حيث تم عقد اجتماعات معهم أعربوا خلالها عن تقديرهم للمبادرة ودعمهم لها حاجة جميلة أن كل سنة بنشوف زيادة بشكل كويس قوي وقبال وبنحس بدورنا ودور المزارف في خدمة الأهلين الأدوات المكتبية هو الموسم الأحالي بتاعها عشان كده احنا عاملين خصومات هتوصل لي 40% الخصومات داية هتحس بيها كمستهلك لأن احنا في المبادرة بنشتغل من المصنع لمنافذ التوزيع الخاصة بالمبادرة على كون بنشارك بكل المنتجات الموجودة عندنا لأدوات المدرسية كلها من أول الحاجات المستوردة لغاية الحاجات التصنيع المحلي بنطرح جميع أنواع الملابس بتخفضات تتراوح ما بين 30% و40% في هذا الموسم بدعم النوزارة الداخلية ومجوداتهم اللي هم برضو بيبزلوها معنا بنشارك في باكتو سكول سيزن خصومات تصل حد 40% وكمان في حاجات بتسهل على عميل الدفع ممكن تصل لست شهور بدون فواد فدي برضو حاجة بتسهل قوي موجودين مع المبادرة عشان ندعم بها المواطن في خلال دخلة على سيزن المدارس طبعا فاستهلاك الجمل بيبقى عالي وده منتج رئيسي طبعا موجود معنا في الفترة دي فكرة بتاعت المبادرة إن احنا بندي المنتج بتسعر التكلفة للمبادرة داي ركت على طول لا إحنا بناخد هامش ربح ولا السلسلة بتاخد هامش ربح نحب نتوجه بالشكر لكافة السادة المسؤولين على رأسهم سيد فرهيس على حتاح السيسي إنه أتح لنا الفرصة دي للمشاركة في المبادرة دي أقبل الاتفاق على إطلاق المبادرة تصابقت خطوط الإنتاج نحو تجهيز منتجاتها من السلع الغذائية وغير الغذائية تمهيدا لترحيها في إطار المبادرة بالتخفضات المعلنة عبر 1513 منفذا على مستوى الجمهورية وست معارض رئيسية و37 معارضا فرعيا إضافة إلى القوافل المتحركة وفي مقدمة المنتجات المستلزمات المدرسية بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور مع بداية عام دراسي جديد وهذه المنافذ موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت إحنا النهاردة موجودين لإعلان مشاركتنا في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي نشارك في المبادرة دي بمنتج بكتوريا اللي هينزل في الشوادر والمعارض المخصصة للمبادرة المبادرة دي المستمرة وإحنا مشاركين فيها من أكتر من سنة عشان نوفر البقليات والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة في مجموعة السلاسل والتوكيلات وجميع الأماكن اللي بتوفرها للمواطن المصري بنعرض منتجاتنا اللي معروفة في السوق المصري والسوق الإفريقي بأعلى جودة إحنا بنعرضها بأقلها مش ربح وأسعار تناسب الجميع كل هذه التجهيزات لإطلاق المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تؤكد أنها مرحلة استثنائية ستشهد الكثير من التخفيضات في ظل المشاركة الضخمة من المصانع والتجار والمكتبات والسلاسل التجارية لتحقيق الوفرة في المعروض وهو ما يؤكد على أن وزارة الداخلية تسعى دائما نحو دعم الأسر المصرية في كل المناسبات وتلبية احتياجاتها بأقل تكلفة ممكنة انطلاق جديد لمرحلة أخرى من مراحل مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي تتزامن مع بداية عام دراسي جديد وتهدف وزارة الداخلية من ورائها إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار المخفضة وكذا المستجمات المدرسية وبجودة عالية في مختلف محافظات الجمهورية عبدالبركات التلفزيون المصري